إيه حكاية قطر برلين ولا كطرات برلين؟ أبداً هو أنا أصلاً تخصصي أنا مهندس مدني يعني زي ما بيقولوا بتاع خرصانة وبتاع ري وسكة حديد وكل حاجة فأنا شهرتي في أوروبا وفي ألمانيا جات الحقيقة لما أنا نفست أنفاق صعبة يعني أنفاق في طربة بتاعت مناجم اللي هي بتتحرك الطربة نفسية يعني البيوت ممكن تلاقيها كده في المناطق دي فكانوا عايزين يعملوا أنفاق في المناطق دي فالأرض بتتحرك يعني في حركات كبيرة فمش معقولة المترو وإنتي ماشي بقانيا النفاق يمكسر كده وطلع تاني ما شاتيجي يعني فبدأت بقى اختراع اللي هو الاختراع بتاع الأنفاق اللي هو بتاع السي هرمونيكا اللي هو بتاع الأكورديون وسجلت باتنت وباتنت واختراعات بتاع وبقيت إيه هخش في الحاجات الصعبة في الأنفاق نتلج التربة يعني كلمة بنقولها هنا لكن هي غلط نتلج المية الجوفية نتلج المية الجوفية نحول نهر نحول نهر نحول نهر نبني أنفاق فوق الأرض نزلها تحت الأرض نبني أنفاق فوق الأرض نزلها تحت الأرض حول نهر بلين عشان نحول نهر بلين فيعني ايه كنت ايه ماشي بالموضوع نفس الكباري اه طرق كبيرة او في الكباري بحيث ان كنت بتديش شوارع هتعمل ازاي كبري على النيل او على النهر او 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 بحيث ان السفن تعدي بالراحة سفن الكبيرة تعدي يعني ايه حاجات فنية صعبة والوقت والايه والتكاليف فلما انا ودوني بلين بعد انا ما اشتهرت لما اتحاد بلاه المانيا شرقية بألمانيا غربية بنوا العاصمة بتاعة بلين او عاصمة المانيا الاتحادية جديدة لما كانتش العاصمة العاصمة كانت بون وبلين الشرقية كانت بلين الشرقية فقالك لا احنا اتحادنا دلوقتي هتبقى بلين العاصمة بتاعة جمهورية المانيا الاتحادية فحنعمل تخطيط لجميع اه بلين منهم خطوط السكة الحديدة فكانت منهم بقى انفاء محطات او ايه يعني كل ده بيتركز فكانت المحطة الرئيسية هما طبعا كلكم بتعرف المحطة دي بزيات لانها ثلاثة في الاعلام اكتر لكن انا بنيت اربع محطات احسن واحسن واحسن منها اه في اه هو علشان قال انه اه زي ما سموه بقى الهرم بالازاز والكلام ده كله فكانت ديات ايه المحطة الصعبة اللي فشلوا فيها قبلي زمالي الالمان خمس سنين فانا لما خلصت جميع شبكات الانفاء جوه برلين وعايزين نفتح بقى الشبكات فالمحطات بكاتش خلصت فقال لك لا يبقى هات هاني بقى يعني انا كنت فكرت خلص خلصت وكل حاجة الشبكة كلها كاملة فضل المحطات بقى انا وصلها وخلال فقالول لك لا يبقى انت باقي تمسك المحطة دي فامسكت المحطة دي اللي ايه ده كلها بايزة فجم قالولي دي رئيسك بقى قال لك اه خلي بالك كاس العالم الفين وستة المحطات دي كلها لازم تخلص شبكة سيك الحديد كلها تخلص لانها بتوصل لروما وبتوصل لكوبنهاجن وبتوصل لفارشاو اللي هي ورسوم بتاعت بولندا العاصمة بولندية دي الشبكة يعني دي لازم تخلص الفين وستة لان ده مستقبل المانيا ومستقبل بني وكان خمس سنين قبلها في فشل اه قبلها خمس سنين وانا مسكتها بقى الفين وواحد يعني بس فكان قدام الخمس سنين دي فعملت اللي هي اصعب مشروع موجود فعلا اللي هي اربع محطات عملتهم وكانت المحطة الرئيسية اللي هي قدام البرلمان وقدام المستشار ومكتب المستشار كل في المنطقة دي كانت طبعا في عيون كل الناس ليه اولا خمس دوار والمكاتب بتاعتها عبارة عن اه خمسة وعشرين دور تانية فا اه عندي الوقت ما كانش موجود واتبنت بطريقة ما لهاش مواصفات رسمية يعني في مواصفات المانية ما كانش موجود فكل طريقة او كل يعني كل مادة كنت دايما لازم اعمل لها مواصفات جديدة واخد الازل لازم تعملي تجارب فكل ده بيضيع الوقت طبعا زائد ان الماتيريز اللي اختارها المعمالي ما كانت سهل ان اكتجي بيها فكل دي كانت صعوبات موجودة وفي نفس الوقت دخلتي بقى في مرحلة ايه اه المحطة فيها خمس دوار وفيها سبعين محل محطة يعني بلد جوه بلد فطبعا كل محل اللي عايز يقول لك هنا انا عايز لمبة هنا انا عايز تكيفي بقى هنا انا عندي محل بتاع الاكل هيبقى هنا فيه الفرن بتاع مش عارف ايه لازم يعمله تهوية خاصة دي مش كل واحد بقى بيعمل بمزاجه وبعد الحاجات بتخلط كل ده مصمم في الاول يعني كل ده بالاول بالتخطيط ده فطبعا كنت بتعتبري كل حاجة معاهم تاني حاجة طبعا اه كنا بنعمل اعتبار اه زوي الحاجات اللي هو مثلا اه ضعاف البصر المحطة اه ممتازة جدا في موضوع ضعاف البصر اه لانك عليها مسلا مكتوبة كل حاجة بالبرايل اللي هو الخط البارز البارز زائد برايل يعني نفس البداع الخطوط البيضة موجودة يقدر يمشي بالعصايا الصوت والخط كان موجود فدية دي يعني ابهار بتخدم كل زوي اللي احتياجات الخاصة اه دي موجود كلها الحاجات الخاصة فيعني ايه كل ده تعمل تاني حاجة مثلا لو حصل حريق في المحطة اللي ممكن نعمل ده خمس ادوار يعني تفهمها لا اسمناها لو حصل حريق هنا ملاج دخل بديه ده لو هنا يبقى هنا لو الدخان طلع من هنا نطلع من هنا يعني ايه الموصفات عشان لو لا تقدر الله ما يبقاش المبنى كله او الخمس ادوار يحصل يوم اخرج الناس فين اهم حاجة الناس تخرج ازاي اخرجهم يعني ممكن تلاقي واحد بكورسي المتحرك اخرجه ازاي فكل دي طبعا لازم كنت تعمل حسابها في المحطات دي كلها وربطنا المحطات فكانت الفكرة الاخيرة بتاعت البرج اللي موجود عليها دي كانت خلاص بقى يعني وخمسة ما كانش البرج ده خلص وانا قدامي سنة فكانت الفكرة بتاعت ان انا هبنيه رأسي وقلبه افكي اللي انتو شفتوه في فيلم عليه يعني موجود فبنيت الادوار دي سبعين متر فوق ونزلنا الاتنين كده اهو بحيث الاؤترات اللي ماشي كده ما تتعطلش خالص وانا بنيته كده ونزلته كده فدي كانت المعجزة خمس دوار انت خيالي اندي خمس دوار بنيهم كده وينزلوا بقى كده بقى الادوار زي ما هي لولا ان الفيلم الناس اللي في مصر ممكن من خلاله يشوفوا ده الواحد هيبقى حاسس انها حاجة مستحيلة يعني ازاي مستحيلة هي مستحيلة انا مكنتش متوقع انها تحسن علشان كده كان يوميا كان يوم وحشي بالنسبالي لحاكتين انا منعت كل من ادم يقرب جنب المحطة حتى وكل التلفزيونات وكل حتى رقصائي منعتهم لاني كنت خايف هو بينزل ممكن يحصل حاجة ومنازل يكسر المحطة كلها اه والناس بقى معرفش هيحصل ايه المهم يعني ربنا يسطر كنت قلقين في لهم اه مازل 18 سنين ممكن مثلا ايه خطوط خطوط سكر حديد في المانيا كلها متشتغلش يعني اه كنت ده تتخيالي انا كنت ايه يعني لما عملنا البرج التاني كنت انا خلاص بقى وصقت من نفسي بقى كان شرف لي يعني في اللحزة دي السفير اه محمد العراضي يعني هو سفير بتاعنا يعني وحضر الاحتفال مع جميع السياسيين جوه المانيا واحنا بننزل ايه الكبر التاني يعني لان الكبر اللي ما نزل لو جيه ريح جامد ممكن يقلبهولي الناحية تانية خالص يعني يعني ده بناتجة عكسية يعني ممكن يرجع كله ويكسر الدنيا يعني كان فيه صعوبات كتيرة وعلشان كده انا اه زي ما تقولي ربنا كان بيساعدني بحيس ان انا لما عملت الفكرة عرضتها الاول في جميع انحاء الايه الاعلام ورؤسائي والسياسيين وكل ما انا عندي فكرة وقلفت اه جبت للمؤاخذة يعني الكارتونة بتاعت الجزمة الكارتونة دي بتاعتين بتحط فيها على اساس انها الخمس دوار يعني فقلت لهم كده وازاي هنزل البتاع وازاي هطلعوه وخليت ولد صغير طفل صغير يلعب بيها عملت زي ما تقول موديل يعني ويلعب بيها علشان يقول الاعلام شوف زي سهلة ازاي ان انا اقلبه وعمله يعني خليت الفكرة بتاعتي كل الناس تبع معي بحيس ان انا لو حصل حاجة اه قلت لهم انا قلت لهم كل حاجة في ايه ازاي اعملها يعني ورغم الحسابات والفكرة وان حضرتك عرضتها للاعلام لكن لحظة التنفيذ زي ما انت بتقول دلوقتي اه كنت قلقان وطبعا عامل حساب اه ممكن ممكن يحصل حاجات كتير العواقب لو حصل ما دي اللي انا بسميها الرزق واحنا دلوقتي طبعا للمهانسين او للشباب او لاي حتة دلوقتي بنتكلم انا بنصح دلوقتي ان احنا لما بنمسك اي مشروع لازم نعمله حاجة اسمها يعني اه طبعا في رزق وفي شانس لكن لازم نعمل الريزق ده مش معناها ان كل حاجة مش هتحصل وكل حاجة بقى وهنا كل حاجة هنسودها بقى وتبقى هيحصل لا الريزق معناها ايه ان انا بقى عمل حسابات الريزق ايه اللي ممكن يحصل وايه الحلول بتاعته ايه الحلول بتاعته في حاجات طبعا ضريش تلاقي فيها حلول مثلا زلازل مثلا يعني لقدر الله فدي لا لكن في حاجات كتيرة تقولها لو ده حصل ممكن نحلها كده الحل بتاعها ده اوه يعني مش بس الريزق ورم المسئولية على حد تاني دايبة غلط طبعا ام اكيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة